تسع وخمسون سنة تمر على الشاركة الطبية الجزائرية الكوبية رسمتها وشائج الثورة والاشتراكية بين البلدين خصوصا في المجاري الطبية تواقم طبية كوبية برهنت على مدار السيني كفاءتها وسهمت بشكل فعال في ترقية الصحة بالجزائر نحن نمثل مؤسسة الخدمات الطبية الكوبية بالجزائر منذ عام 1963 والبعثة الطبية تقدم خدماتها هنا في الجزائر حيث كانت أول بعثة تقدم خدماتها في الخارج ورابة ألف متعاون كوبي على مستوى 19 ولاية بخدمات طبية مختلفة يعملون باستمرار على راحة الوافدين طب العيون واحد من الاختصاصات التي فتحت آفاقا واعدة إذ تتواجد أربع مستشفيات كوبية مختصة ساهمت بشكل كبير في تغطية العجز في هذا المجال اليوم نحن متواجدون بـ 919 متعاون كوبي واحترف موزعين على مستوى 19 ولاية نحن مشاريع تعاونية مختلفة من الخدمات مثل الأورولوجيا في ولاية بشار طب النساء والتوليد في ولاية ورقلا أربع مستشفيات كاملة في طب العيون على مستوى ولايات الجلفة بشار وادسوف وورقلا من خلال كل الخدمات التي نقدمها نحن نشعر بارتياح كبير من قبل المواطنين والأطباء والسلطات الجزائرية أنا أعتقد اليوم أن الخدمة الطبية الكوبية تلقى استحسانا كبيرا عند المواطنين الجزائريين أعتقد أن السوق الجزائري سوق حيوية وفي طور التقدم وأتمنى أن يتوسع التعاون بين كوبا والجزائر في شتى المجالات الاقتصادية التجربة الكوبية الجزائرية يطبعها تاريخ من الرهانات والتحديات تقابله ثقة واستحسان المواطن الجزائري لمدار عقود ترجمة نانسي قنقر